فهيضا الإنسان يقول لكي أريد الإنسان فهيكتب هنا اسم الإنسان وليكن Online Session الكاتيجري فهيضا الإنسان إدت أمج فهيختار صورة مناسبة لإنسان الـ Expire Date يعني الـ Event سيخلص التذاكر بتاعته في خلال Add-A فأنت ممكن تقول أي معاد الـ Event Description ممكن تكتب التفاصيل بتاعتك This is an Online Session أي حاجة يعني أنت تكتب التفاصيل بتاعتك كلها Delivery Terms اللي هو لو أنت هتوصل له الـ Ticket لغاية البيت فبالتالي بتكتب له هنا تفاصيل نحن مش هنوصل له فممكن نكتب NA اللي هي Not Available Retaring Terms لو أنا عايز رجع الـ Ticket فأنت ورد لو حابب تكتب أي نوت هنا ماشي مش حابب ممكن تكتب أي حرف فبس عشان الـ Field فبالتالي لازم تبقى كاتب فيه حاجة بعد كده فاوري Expire Date هنا ندخل في الكفاصيل الأساسية انت الكود اللي بتطلعه من هنا من الموقع عشان تبعته للعميل بتاعك أو الطالب عشان يروح يدفع في فاوري الكود ده بيكون له وقت معين valid fee بعد كده بيبقى Expired او بيتنتهي فترة صلاحية الكود ده وتنقدرش يستخدمه أقصى حاجة أقصى نده هي الـ 48 ساعة انه هو في خلال يومين من أول ما انت تطلع الكود ده وتتبعته له أو هو يعني يطلع الكود ده منع الموقع والمفروض يروح يدفع وانت ممكن في خلال ثلاث ساعات ستة منش عارف ايه كل ده بغاية 24 ساعة او 48 ساعة يعني خليه 48 ساعة بمعام ده E-reservation وهو فيه Tickets فبيبقى ممكن كل تيكت لها اسمه مختلف يعني لو احنا بنفترض ان ده Conference ففيه VIP Ticket فيه مثلا Normal Ticket فيه Early Bird فيه Late Owl اللي هي الانواع المختلفة ده فانت ممكن تخليه هنا التيكت مثلا One Session وتبقى الـ Price بتاعت الـ One Session مثلا هي 20 جنيه بالـ Available Quantity لو يعني مثلا عندك عادة Tickets في اي Event احنا هنا بنـ Customize الموقع على حسب احتجاجاتنا كمدارسين او مدربين هنشتغل Online والسؤال موقع معمول لـ Event أو Offline Product فاحنا ايه؟ بنعدل بس على حسب المناسب لنا يعني هنا الـ Available Quantity ممكن برضو تقول اي رقم 200 مثلا Ticket Description تقول ان دي تاكت مثلا لـ Session واحدة بس وتفاصيلها كذا كذا وممكن تقول ايه؟ تشوز Find لو انت عايز تحط صورة لـ Ticket عايز تضيف Ticket تانية او Offer تانية فممكن تقول له Add More Tickets وبدلا ما هي هنا كانت One Session ممكن هي نكتب مثلا Monthly مثلا ايه؟ Monthly Reservation Monthly Payment وبما انت بتقدم 4 Sessions في الشهر فهو لو حاجه الـ 4 Sessions مع بعض يبقى 4 فنتين هتبقى 800 جنيه بس هو لو هيدفعه بالشهر فانه ممكن تخلى له بـ 700 جنيه مسكي وهكذا يعني ايه اعروض ده انت و ايه؟ ازاي تحب الماركتن بتاعك يبقى عمل ايه؟ طيب بعد كده دي Want to show this event on your shop اه ده انت هتظهره ولا لا فانحنا طبعا هنظهر وعادي على الشوب فهقول له ياس الـ Payment Options في عندك الناس تدفع بفاوري بس ولا بكريدت كارد بقى ولا بول فهنقول له بول يبقى الاتنين متاحين انت ممكن يكون لسا مش مطحالك الصورة خلينا نـPublish ووريك الفكرة هتبقى ظاهرة ازاي او الموضوع هيبقى شكل عامل ازاي هنا بيقول لك congratulations الـ event بتاعك كده بقى متاح وده اللينك بتاعه اللي ممكن تشيره لأي حد خلينا ناخد اللينك ده كده ده شكل الـ event بتاعك هنا كان الـ description لو دوست عرض المزيد هنا او اللي هي show more هيبقى فيه الحاجات اللي احنا مكتبنا مثلا زي الـ return الـ policy بتاع الـ return والـ delivery terms والكلام ده كله هنا بيبقى ظاهر لك الـ tickets ده مش بيبقى الشكل اللي بيظهر للعميل بتاعك ليزقى؟ لان انت هنا الباقع الشكل اللي بيظهر للمشتري حاجة تانية خالص فانت نحتاج انك تعمل اكاونت كبائع و اكاونت كمشتري عشان تشوف شكله هيبقى عامل ازاي للمشتري تدخل طبعا من خلال اكاونت ثاني فانا من خلال براوزر ثاني فانا ودخلت هنا انا اخدت اللينك اللي هو بتاع المنتج وحطيته بس فيه من فوق الـ url هنا يجي تانية لتلاقي شكل مختلف بقى هنا هوا انت الوقت اه واحد جاية تحجز الـ session ففيه عام يملك الـ delivery terms ممكن تشوفها اللي هي احنا نكتبنا فيها او term terms طبعا محدش على هيتامن ان يدخل هنا بس انت ممكن بردو تبقى تكتب فيها ديانات او تفاصيل بقى one session فانا اريد احجز الـ session واحدة دس هحتاج تاكت واحدة دي الـ quantity وهي 200 جنيه فلاقي هناك total المبلغ بقى 200 جنيه انا احجز اكتر من session او 2 فبقيت 400 لا انا بس انها هختار صفر من دي وهختار واحدة بس اللي هو monthly payment او حاجز شهري فلاقيت ان هي ب700 جنيه هنا وعايز اختار بقى انا هدفع سواء بالفيزا او الماستر كارد او ان انا هدفع عن طريق فاوري فلا انا اخترت فاوري هعلم عليها تمام وقول له Proceed to Payment ثم هنكمل على طول بس انا احجز اتكلم هنا في نقطة اللي هي الـ plumo codes ان ده ممكن تبقى ليك online يعني بتعمل personal planning من نفسك online وعندك تجاج على الفيس بوك الفيس بوك بتاعتك دي تعمل فيها بعض العروب ببنسبة السنة دراسية عيد الام و عيد الاخت تكتب هنا برومو كود فانت تبقى عامل خصم مثلا 10% 20% والكلام ده بتبدي للناس برومو كود يكتبوه هنا وده بيدي له خصم على المبلغ الكل فانشوه البرومو كود دي كمان شوية انت هتقدر تقوله هنا Proceed to Payment طبعا بيحتاج انك تبقى تبقى sign up عشان تبقى على الموقع دوت يعني عنيل لان انت تبقى عنيل بتشتري المنتج دوت فانا كموقع بقى Payment Tool عايز ابعت بيانات العميل للباقة عشان الباقة يقدر يتواصل معاك بعد كده فبتكتب اسمك والفرس نيم والاس نيم والبيانات طبعا انا بما ان معي اكاونت اردي فانا هامل sign in واكتب الاكاونت بتاعي وادخل عليه على طول انت دقى المفروض هتبقى عامل حسانك انك عامل اكاونت تاني اللي بتستخدمه كباير كواحد مشتري انا كده دوست بروسيد توبايمنت فجاب لي خلاص you have made a successful order من تفلشاب كوميونتي وده الكود بتاعك فانت بتروح لأي رتيل اي محل بيبيه يعني سواء كوشك ولا سوبر ماركت ولا صعيبالية ويتديني الكود دوت بيختار من القائمة الرئيسية اخير ما اسمها فاوري تاي وياخد الكود دوت تدفع من خلاله يعني وده بيكون خلال 48 ساعة كده انا اشتريت من خلال من خلال فوري طيب لو انا كنت عايز اشتري من خلال الانلاين كارد او ان انا ادفع بكريد كارد فاقه بيقول لي هيتضاف على المتين جنيه دي بقى المتين وخمسة عشان الكريدت كارد فيز مفيش مساكلة اقول له ببقى بروسيد تو بايمينت بيجيب لي شكل الدفع هنا البييمينت امامه انت هتبقى المتين وخمسة بحط هنا الكارد نمبر اللي هما الستاشر رقم اللي على وش الكارد بتاعي بيخلص انت مونت وير والسي بي في اللي هو الرقم الطالب ارقام اللي موجودة في ظهر الكارد بتاعي وادوس باي انا كده دفع ده كده اللي هيزهر ليه العميل بتاعك انت بقى بيجيلك ايميل لما الرجل ده بيدفع بيقولك ان فلان دوت اللي هو ايميل وكذا ورقم وكذا بقى بحوللك الفلوس بالمبلغ ده طيب انت مثلا الحاسس ان الخطوات دي ممكن تبقى صعبة على العميل بتاعك اقول الناس اللي انت بتتعامل معاهم مش هيقدر يعمل الموضوع ده بس فعليا لا هو جاي لك انلاين وهو جاي يدرس حاجة اونلاين فهو عنده ثقافة استخدام مواقع اونلاين ويقدر يدور وي ويمشي في الخطوات دي في حالك ان انت شايف اللي قدامك هتلغبت او مش هيعرف يمشي في الخطوات دي كلها وانت ممكن تدخل بالاكاونت اللي انت عملته دلوقتي كمشتري اللي هو اولنا باير ساين اب فعليك اكاونت كمشتري غير الاكاونت كبايع وتدخل انت بنفسك تعمل الحوارات او الخطوات دي كلها هنا تختار كده وتختار فاوري وتقول له proceed to payment ويطلع لك الكود وتاخد الكود ده تروح تبعاته للعميل هنا هاخد الكود ده مع الكلماتين دول او لو انت عايز تبسط له الكلام بشكل مختلف تاني وتقدر تدخل من خلال فاوري في خلال 48 ساعة والدراج اللي يختار من الفايمة الرئيسية فاوري فيه تحكيلي انت بالشكل الماسبت مفيش مشكلة انت معك الكود هتبعاته له على طول كده باير اكاونت تاعك او الاكاونت اللي انت بتستخدمه كمشتري نرجع بقى ان الناس دفعك خلاص اشتركوا في القناة